الاستفزاز الاسرائيلي المتمثل ببناء جدار فاصل على الحدود اللبنانية مستمر فاغدى تبدء بناء الجدار الاسمنتي مقابل رأس النقورة وصلت قوات الاحتلال هذه الاعمال وشهدت المنطقة حركة ناشطة لآلياتها قابلها استنفار للجيش اللبناني هذه التطورات الخطيرة دفعت بنائب وزير الخارجية الامريكي ديفيد ساترفيلد المتواجد في لبنان الى التوجه جنوبا مع المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم حيث التقيا قيادة القوات الدولية في النقورة وقاموا بجولة عند الحدود الدولية وبعدها عقد لقاء بين ساترفيلد واللواء إبراهيم والقائد العام لليونفل اللواء مايكل فاري في مقر القيادة للبحث في مسألة الجدار الفاصل ومدى الالتزام بالقرار 1701 وكان فاري قد تفقد منطقة الخط الأزرق بحسب مصادر أمنية للمستقبل أما المتحدث الرسمي باسم اليونفل أنريا تينانتي فقد أكد لتلفزيون مستقبل أن القوات الدولية تتابع ما يجري عن كثب وصفا الوضع على امتداد الحدود الدولية بالمستقر والهادئ إن القوات الدولية تتابع ما يجري على الجانب الآخر من الحدود عن كثب وهي تسير دورياتها على طول الخط الأزرق لا سيما في منطقة النقور حيث باشر الجانب الإسرائيلي أمس تنفيذ أشغال جنوب الخط الأزرق إن قيادة اليونفل تحرس على التواصل مع الجانبين على طرفي الحدود لخفض حدة أي توتر أو تصعيد والوضع على امتداد الحدود الدولية مستقر وهادئ وبانتظار الردود الدولية على ما يحصل من انتهاكات لسيادة لبنان تبقى الأنظار موجهة نحو الإجماع اللبناني والخطوات الرسمية في هذا الشأن